بسرور مزيد من ايام العدوان تزاد معاناته النازحين الى مدارس امانة العاصمة جراء استمرار الحصار والغارات السعودية على مناطقهم وعدم قدرتهم على العودة الى ديارهم مئة يوم من العدوان يقابلها مئة يوم من الحرمان وقعون يعيشه النازحون الى المدارس في صنعاء الذين مزجت قصصهم بالدموع والالم وتلحفت معاناتهم بالوجع والظلم والجور والغبن مهما غطوا باعلاماتهم ومهما قالوا ومأت يوم من العدوان ان شاء الله بان الله احنا لن نحتسبها انها ازمة علينا بل انتصار لنا باذن الله سبحانه وتعالى ولا بد ما يحصل من الموقف قريبا ان شاء الله وجع جديد ينصب على كاهلهم مع حلول الشهر الكريم لكن قلوبهم معلقة بحب الله واثقين بقضائه وقدره صامدين صمودا استوريا في بيوت غير بيوتهم بعد ان تهدمت جراء القصف السعودي لها ومحرومون من مقومات الحياة الاساسية ما داري بي الا هو ولا انسان داري هو فوقنا بحالتي وكل يكسنه ويدريه ويعيشني هو يجزعني ويرجعني هو ما نعي له لا ام ولا اب ولا الا هو ام مراما ذرف الدموع الاسى والحزن لا لشيء الا لانها عزيزة نفس لم تستطع ان تخبر من هي في ضيافتهم بانها بحاجة ماسة الى مأوى ومأكل ومشرب اطفالش مبهدلين مشردين يعني كيف الدنيا حتى وانتي بالمدرسة يعني صعب الصدق الحالة صعبة ولاش صعبة لا عمل لا وظائف لا بيوت مثل الناس لا اكل لا شرب يعني الدنيا كلها صدق هنا عمر الذي يسرد قصته بابتسامة ودعاء هز قلوب الحاضرين يقول اللهم اطفي نارهم وتوعدهم بالعقاب من عندك قصدا بها العدوان السعودي زن عزيح البت حقا اختربوا حرب شوار موت بطيء وفقدان لأساسيات الحياة وخوف من القادم كلها رسائل وجهها النازحون الى فعلي الخير لانقاذهم وانتشالهم مما هم عليه فهم محتاجون الى القليل من الامن والامان والعودة الى منازلهم والعيش فيها بحب وسلام سامي الحجري اليمن اليوم